هذا وصدر اليوم بيان مشترك بمناسبة زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى مملكة البحرين وفيما يلي نص البيان في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع قيادتي مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهم الشقيقين وما يربط بينهما من وشائج الأخوة والتاريخ المشترك والمصير الواحد وسعيا لترسيخ التعاون الاستراتيجي وتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات عقدت جلسة مباحثات رسمية بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حيث استعرضا العلاقات التاريخية الراسخة وسبل تطويرها وتنميتها في كافة المجالات لتعزيز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وزيادة وتيرة التعاون الاقتصادي لآفاق أرحب لما من شأنه دعم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين واطلع الجانبان على آخر مستجدات الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين معربين عن تطلعهما للمزيد من التعاون في المجال المصرفي والاقتصادي والتجاري عبر إنشاء المنصات المشتركة للاستثمار وتكثيف الزيارات للوفود الاقتصادية والتجارية من القطاعين العام والخاص بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه دول المنطقة وأكدا دعمهما للجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية دائمة لكافة الأزمات في دول المنطقة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله وتجنيب المنطقة أخطار الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار وفيما يخص القضية الفلسطينية شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفيما يتعلق بملف سد النهضة أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه عن دعم مملكة البحرين الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي وحث إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية اتصالا بالأنهار الدولية والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وضرورة التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021 بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا وعبر الجانب البحريني عن تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي وأكد الجانبان دعمهما للجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ودعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لأداء مسؤولياته الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء في اليمن كما أكد دعمهما لاتفاق الهدنة الأممية في اليمن ورحبا بالإعلان عن تمديده وثمن الجانب البحريني استجابة مصر لطلب الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وصنعاء دعما لتلك الهدنة وتخفيفا للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق وفي الشأن الليبي شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي ليبي انطلاقا من الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وثمن الجانب البحريني جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها الكريمة لأعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة بما أتاح المجال الحر للأشقاء الليبيين لرسم مستقبل بلادهم وأكد الطرفان على أهمية دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها وأشادا في هذا السياق بالجهود الوطنية المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن تطلعات الشعب الليبي الشقيق والمنوط بها سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية وممارسة الدور الرقابي عليها بما في ذلك قرار البرلمان بتشكيل الحكومة الليبية في فبراير عام 2022 كما شدد الجانبان على أهمية البدء الفوري في تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون استثناء أو مماطلة وفي مدى زمني محدد تنفيذا لقراري مجلس الأمن رقمي 2570 و 2571 ومخرجات قمة باريس ومسار برلين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وآلية دول جوار ليبيا وأعربا عن الدعم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة ذات الصلة وكذلك حفظ اتفاق وقف إطلاق النار بما يصون أمن واستقرار ومقدرات ليبيا وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر ورئيس وزراء العراق مع فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتطلعهما إلى التوصل إلى نتائج مثمرة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الدول المشاركة والولايات المتحدة الأمريكية واتفق الجانبان على دعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية والمحافظة على مبادئ حسن الجوار وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار بما فيها دعم الميليشيات المسلحة وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية وأكد على دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان سلمية برنامج إيران النووي وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحفاظ على منظومة عدم الانتشار وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي واستعرض الجانبان مستجدات الوضع في أوكرانيا وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار واللجوء إلى الحوار والطرق الدبلوماسية لتسوية النزاع بالوسائل السلمية ودعم البلدين للجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة بالوسائل السلمية وتوفير الحماية والرعاية للمدنيين بما يؤدي إلى حفظ الأمن والسلم في أوروبا والعالم من جانبه تقدم الجانب البحريني بالتهنئة إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من شهر يونيو التي مثلت محطة محورية ونقطة فاصلة في تاريخ مصر ورسخت قيم المواطنة والاعتدال والوسطية ومفهوم الدولة الوطنية كما قدم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه خالص التهاني لجمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة استضافتها فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب سبعة وعشرين والذي سينعقد في نوفمبر عام الفين واثنين وعشرين في مدينة شرم الشيخ